حظوظ العودة إلى الاتفاق النووي إلى تراجع، هذا ما توحي به التطورات الأمريكية الإيرانية الأخيرة. في حين كانت إيران تطالب واشنطن برفع الحرس الثوري عن قوائم الإرهاب، أتى الرد الأمريكي بفرض مزيد من العقوبات على كيانات إيرانية، تعتقد واشنطن أنها من ممول برنامج إيران للصواريخ الباليستية. الرد الإيراني جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الذي اتهم الولايات المتحدة بسوء النية واستغلال أي فرصة للضغط على الشعب الإيراني. وشككت الخارجية الإيرانية في استعداد واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي متهمة إدارة بايدن بانتهاك القرارات الدولية. العقوبات الجديدة تحمل أهمية لجهة توقيتها، إذ أنها تأتي في وقت كانت المحادثات النووية غير المباشرة تحرز تقدماً وصل إلى حد قول المنصق الأوروبي إن الاتفاق بات وشيكاً. والإيجابية هذه نتيجة مرونة كانت قد أظهرتها واشنطن في بادئ الأمر حول إمكانية رفع الحرس الثوري عن قوائم الإرهاب، وهو الذي تحول إلى مطلب إيراني رئيسي للعودة إلى الاتفاق. موقف الولايات المتحدة المستجد يعيد المحادثات إلى مرحلة خلت، إذ اعتبر البيت الأبيض أن العقوبات الأخيرة لا تعرقل الاتفاق النووي، لكنها ستظل سارية بمعزل عما إذا تم التوصل إلى اتفاق النووي أم لا. يأتي هذا التصعيد الأمريكي واستضغط جمهوري في الكونغرس يدعو إدارة بايدن إلى وقف محادثات فيينا، ما يعني وفي ظل بقاء الحرس الثوري على لوائح الإرهاب وتصعيد العقوبات أن الاتفاق سيبقى معلقاً إلى أجل غير مسمى.